اشراح لكم شوي عن هذا التمرين هذا التمرين كثير مثلا للي بادي بالبرنامج اول مرة بشوف اول مرة هذا التمرين بتشوفوه كثير وبشوفوه الناس كتير بتعملو غلق التمرين هذا محلول هلأ ليش اننا نعمل ومحلوله ؟ وليش انا عمالي باعمل بوزن بهمني ان اعمل وزن لانه عضلات الاهبس عضلات البطن هدول هي عضلة زي اي عضلة تاني اذا انا عندي البيسيبس بدي اكبره شكرا اما اننا منعمل في التمريد بحط وزن عشان يصير فيه مقاومة على البيسيبس عشان تتحسن تمارين الابس الناس كلها او تلت ارباع الناس بتعملها بدون وزن ليش انا مش فاهم لان انت بتعمل تمارين بدون وزن بتعمل الف تكراره عشان توصل للمرحلة اللي ببلشها العضلة يعني تاخد اللود اللي بلزمها فانا ممكاني اعمل 10 او 15 او 20 عدة في وزن واستفيد منهم اكتر من انا اعمل 100 او 200 طبعا برأيي الشخصي الابس عندي تحسنين من يوم ما بديت تمرين وانا بتمضرب بهاي الطريقة فهلأ راح نحط احنا وزن على الكابل شو المسكل اللي بتمسكها من فوق سواء حطيت الكابل بالايدين او حطيت الايد العكسية او حطيت اي ايد او حبل ما بفرق لان ايديك من هون راح تكونوا سابقين هلأ اللي بنركز عليه هو مهم اهم اشي اللي هو الارداف عضلات الجلوتس والرجلين بدي دايما تكون المؤخرة تبعتك او تبعتك فوق الركب فلما اقعد حقعد لورا شوي انزل لورا شوي حطوا دايما مات تحت اجريكم حطوا اي اي اشي تحت الركب عشان ما يحفوا بالارض ويدايقوكم كتير حتى لو لابس فانطالون ممكن اي دايقك اطللك مات تحت الرجلين هلأ بنحط المات تحت الركب الركب عندي والمؤخرة دايما هدول سابتين فاول ما ابدأ قبل ما ابدأ التمرين هيك بدي اعمل هاي ركبي وهاي مؤخرتي بضغط الجلوتسة جوه على الاخر بسحبهم لجوه على الاخر وبسحب بطني من هون على الاخر فانا صار شكل ظهري كله مؤوس قبل ما ابدأ التمرين هيك بدي واحد يكون شكله عامل هيك قبل لسه ما يبدأ التمرين بمسك يعني بمسك الحبل او بمسك الهاندل مع الوزن ازا الوزن كتير خفيف ما رح تقس فيه ازا الوزن كتير تقيل حيسحبك بفوق بتحط وزن مناسب متوسط بمسك الوزن بنزل بضلني ضغط الابسة جوه بضلني ساحب الابسة جوه بنزل الكوع باتجاه الركب هل معناته انه هل لازم اوصل للارض برضو لا هنزل لغاية ما احس انه بضغط اشتغل على الابس كامل وبرجع بطلع بالراحة وانا نازل نكرر عمالي بحطه وانا نازل فانا وانا نازل هطلع هوا بطلع الهوا كامل من الابس وبرجع بطلع باخد نفس بنزل بطلع نفس برجع بطلع باخد نفس ضهرك او ضهرك بدي اضل مقوس على طول هذا بالعكس كل تمارين بالعادة احنا دايما بنفتح هيك هذا بالعكس هذا بدي تتقوقع على حالك فيه بتمرين وتشد على الاخر لتحت تنزل الكوع باتجاه الركب شايفين بالشرط ان شاء الله مالي بوصل الارض ورحمة